أخي المشاهد أختي المشاهدة السلام عليكم اليوم سنقدم لكم الدرس 42 فيه سنتعلم كيف تستروا بطريقة هندسية نموذج الثاني عشر اللي سميته النموذج المرابطي سبب تسميته هكا هو أن النموذج يوجد في مدرسة ابن يوسف المراكوش المدرسة المرموقة التي بنيت كمسجيد في عهد السلطان المرابطي علي ابن يوسف الذي حكم ما بين 1106 و 1142 ميلادية أما كمدرسة ابتدأت في عهد السلطان أبو الحسن الماريني يعني في الدولة المارينية للمزيد من المعلومات شوفوا أنسيكلوبيدي فيكيبيديا دوت كوم لنبدأ على بركة الله حالك تشوفوه النموذج المرابطي 18 على 18 سنتيمتر مدرسة ابن يوسف مراكوش نحن كتوجد هذا النموذج هذا النموذج استطرته كليا بطريقة هندسية قبل كنت كان لخص وكان عملت طريقة ديالي الخاصة لكن اليوم هذا استطرته بطريقة هندسية كاملة المرحلة الأولى ديال التستار اللي كتشوفوه كان أخذوه المربعة 18 على 18 سنتيمتر ثم كان قسموه على الجوش تسعود سنتيمتر تسعود سنتيمتر تسعود تسعود يعني الوساط هكذا هكا الوساط ثم كان أخذوه البركار وكان ديروه الدائرة على حسب يعني على حسب المحيط ديال المربع هكذا في الوساط حالك تشوفو ثم النموذج فيه 12 الخانة بمعنى أنه بالمساعدة ديال الدائرة اللي قد نحطها هنا في الوساط قسمته لتلاتين درجة تلتمية وستين مقسمة على 12 كتعطينا تلاتين درجة وهذا الشيك تعرفوه ثم من بعد سطرت الخانات كلهم الخانات هم اتناش وحد جوش ثلاثة عربعة خمسة ستة سبعة مليات سعود عشرة أحضاش تناش الخانات خرجت الخطوط على بره باش تبين بأنه خانة ثم سطرت الخانات ثم الآن ما ترونه هنا سنضبط الخانات بهذه الخطوط نحضرت الخط الأول هكذا يعني آآ آآ وفوقي ثم سننضبط الخانات آآ آآ يعني نضبط الخانات الخانات الخرين أش سنضبط سننضبط هذه النقطة هذه في كي يتلقوا الخطوط علاش لإن ندرت هذه الدائرة هذه في الوساط و باش نعمل هذه الدائرة هذه سطرت هذ 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 سطر سطر هو لك يحدد لدائرة انتم ما كتشوفوا بإن الدائرة برتا فين كي يتلقوا هذه الخطوط علاش هذا هو السببب ديال هذا الخط اللي كتشوف في الوساط هو فقط كمساعدة باش ندير الدائرة الثانية في الوساط ثم بهذه الدائرة هذي كتعطيني الميزان ديال الخطوط اللي غادي نعمل فهذه النقاط ديال التماس ونفس الشيء سنعمل هنا يعني خط ديال التماس هنا وهنا مع الدائرة وهذه نجار سطر نفس الشيء سنعمل لهذه الجيه هذه هكذا وهكذا سنعمل مع جميع الخطوط يعني هكذا 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 الى آخر هالشي عملته و سنعمل لكم ف سنكمل كل المرحلة الثانية مرحلة الثانية هي هذه انتم لا ترون بأن أنا اضبط الخانات ثم اضبط نأتي و نأتي و نأتي نأتي هنا و حتى هنا يعني من الوساط من هنا حتى هنا ثم من هنا حتى هنا هذا لم يكن نأتي هنا وهنا 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 لا نأتي هنا وهنا 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 أربعة المرات ثم نأتي تنجي كذلك و نأخذ البركار نحط البركار هنا فالنقطة هذه نشوف البركار و شو يعني هنا عندي موجته يعني مسبقا على أي حال ستخلو البركار وتضع النقطة هنا هنا وتضع دائرة هكا نفس شيء تضع البركار هنا ثم تضع دائرة تضع دائرة هنا هنا وهنا 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 كذلك كذلك نضبط هذا الخط اللي تشوف هنا هنا فين تلاقي دائرة مع هذا مع هذا يعني النقاط التماث كنجي و كنستر استر هكا حال كشفتي وره هكذا 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 وهكذا وهكذا. لماذا؟ كيف سنضبط كذلك هذه الخطوط التي تشاهدون هنا؟ لديه النموذج. وهو الخاصية لديه النموذج المرابيزي. هكذا. الآخر. الخط الذي يضبط لنا يعني الحسابات. هذه المرحلة الثانية. ثم المرحلة الثالثة. وهي اللي شاهدتم هنا وهو النموذج كامل بدون خطوط. يعني نموذج رائع. وأروع من هذا كله وهو تنسيق دياله. هنا في المرحلة الأخيرة بحليكة تشوفوا. رأينا نسقته. تنسيق رائع. هو. يعني نسقته عدة مرات. واحد. جوش ثلاثة. أربعة. خمسة. أستعة. على. ورقة من حجم. أثلاثة. تسعود وعشرين. تسعود وعشرين. فاصل سبعة سنتيمتر. على. نين وعبعين. سنتيمتر. كتشوفوا منك تنسقه. كيكون. هنا. كيكون مربع. أوتوماتيك. يعني بصفة أوتوماتيكية في الوساط. ثم كيكون كذلك مربع. بحليك كتشوفوا هنا. مربعات خرين. يعني تنسيق رائع. شكرا جزيلا على اهتمامكم. وإذا بغيتوا تساعدوا القناة. باش تقدم المزيد من النماذج. الزخرفية من الزخرفة المغربية الإسلامية الأصيلة. مع لكم بالله. تشاركوا في القناة. القناة اللي اسمتها فن ومتعة وإبداع. أو الدخل موروكن أرابسك. ثم غدي تلقوا القناة بسهولة. شكرا جزيلا على انتباهكم. ولا تبخلش علينا بالاستحسان وبالمشاركة. والله في عونكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.